بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم أما بعد أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صناعي المعروف تقي مصارع السوء هذا هو موضوع ندوتنا الطيبة المباركة التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقدتي وبين يدي الندوة أتقدم بخالص التحية والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يرعى هذه الندوات رعاية كاملة ويهتم بها اهتماما بلغا ومعنا اليوم عالمان جليلاني من علماء الأزهر الشريف ومن علماء جامعة حلوان الأستاذ الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق والأستاذ الدكتور محمد علي سلامة الأستاذ بجامعة حلوان فأهلا بهما وسهلا ونتحدث الآن في موضوع الندوة ونبدأ مع الأستاذ الدكتور جمال فاروق فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء فقد حث الإسلام الحنيف على مكارم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم لخص دعوته ورسالته في هذا الشعار القيم العظيم الذي أصبح مثالا يحتذا به في العالمين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى مكارم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم ومن هذا الخلق العظيم والخلق النبيل الإنساني الحث على صنائع المعروف وعلى محاسن الشيم والصفات وعلى فعل الإحسان والخيرات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ومن معالم الإحسان أننا نفعل المعروف ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى نصنع المعروف في أهله وفي غير أهله فإن صادف المعروف أهله فهم أهله وإن لم يصادف فالذي يفعل المعروف هو أهله ولهذا نضرب مثالا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في طريقهم أو في سفرهم إلى غزوة أو إلى مكان ما فاشتد بهم الجوع واشتدت بهم الحاجة فوجدوا امرأة في الطريق ومعها بعض الغنم فسألوها أن تبيع لهم شاه ولكنهم كانوا في حالة حاجة أو في حالة فقر وكأن الثمن لا يستطيعون أن يدفعوه فقال لها أحدهم بعد أن سألها بكم تبيعين هذه الشاه فقالت بخمسين خمسين درهم بحسب العملة المتعارف عليها فقال لها أحدهم أحسني إلينا طلب منها الإحسان فقالت هاتوا خمسة فقال سبحان الله من خمسين إلى خمسة قالت إنكم سألتموني المعروف أو سألتموني الإحسان ووالله لو لا الحاجة لما أخذت منكم شيئا فالمعروف أو الإحسان يقتضي أن أعطيها لكم بغير ثمن ولكني في حاجة فأحتاج إلى هذه الخمسة فاخذوها فمعنى هذا أن الإحسان أو المعروف حيث قال الله تعالى في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لم يجعل الله تعالى في مقابلة الإحسان شيئا آخر لأن الإحسان أعلى شيء لأنه يفوق العدل إن الله يأمر بالعدل هذه الدرجة الأولى وفوقها درجة الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فصنائع المعروف عندما يفعل الإنسان صدقة أنواع المعروف كثيرة من الصدقات وليست الصدقات مقصورة كما يفهم كثير من الناس على حفر بئر أو بناء بيت للغريب أو مثلا تعليم الناس بغير مقابل أو الصدقات الجارية لكن هناك حاجات كثيرة استجدت في عصرنا الحاضر مثل مراعاة دور الأيتام ومراعاة المرضى ومراعاة طلبة العلم هذه وجوه من الخير وهذه وجوه من المعروف كثيرة جدا تفوق العد والحصر فإذا ما صنع الإنسان معروفا وكان كثير الصدقات فإن الله تعالى يعافيه من كثير من الأمراض بل من كثير من الشدائد وطوارق الليل والنهار ومن الأشياء التي تفاجئ الإنسان فكثيرا ما يشعر الإنسان أن الله تعالى صرف عنه بلاء خطيرا أو مرضا شديدا أو مصيبة لو أنها أصابته لأفقدته وعيه أو لضيعت ماله أو لخسر أبناءه فالله تعالى وقاه هذا السوء وهذا الشر بسبب أنه صنع معروفا بسبب أنه فعل شيئا مما حثت الشريعة المطهرة عليه حدثنا بعض شيوخنا الأجلاء أن رجلا كان مسرفا على نفسه في الشهوات والمعاصي وكان يتعرض لمواقف كثيرة مواقف اعتداء أو لمصائب أو لحوادث ولكن الله تعالى كان ينجيه منها فسألوا عن السبب هذا الرجل مثلا يشرب القمر هذا الرجل من أهل المعصية ومع ذلك كان من الممكن أن يتعرض لحوادث طرق أو حوادث سير أو طائرات ومع ذلك مواقف كثيرة تعرض لها غيره قد فقد حياته أو خسر ماله وهذا الرجل ينجيه الله تعالى ويحفظه فما السبب في ذلك فقال كثرة الصدقات هذا الرجل مع أنه من أهل المعصية لكنه كان كثير الصدقات كان تصدق في السر وصدقة السر تطفئ غضب الرب وكذلك وجدنا في بعض الكتب التي قرأناها منذ زمن أن رجلا أصابته قرحة شديدة في رجله أعيى الأطباء علاجها احتاروا في علاج هذه القرحة التي تورمت وأخذت تنزف دما شديدا من رجله فذهب إلى بعض الصالحين وقص عليه الأمر فقال له أحفر بئرا عين ماء يشرب منها ابن السبيل أو يشرب منها المارة أو تقي الناس العطش في شدة الحر قال فحفرت بئر أو أجرى عين ماء وإذا بالمولى تبارك وتعالى يكتب له الشفاء وتذهب هذه القرحة من رجله فسألوا هذا الرجل الصالح فقال فتح أو نبعت عين ماء فالحق سبحانه وتعالى سد هذه العين التي كان يجري منها الدم هذه عين وهذه عين فكلما صنع الإنسان معروفا أو ساعد مسكينا أو محتاجا وخاصة في السر حتى لا يكون هناك رياء أو حتى لا يضيع ثواب العمل فإن الله تعالى يحفظه من الهلكات ويحفظه من ميتة السوء وإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من الأمراض الخضيرة التي تصيب كثيرا من الناس في عصرنا هذا وإن الله تعالى يبارك له في أولاده وفي صحته وفي ماله ويدفع عنه السوء في كثير من الأحوال بسبب أنه رجل من أهل الإحسان أو من أهل المعروف فوالله إن هذه قولة صادقة قولة حق صنائع المعروف تقي مصارع السوء كثير من الناس وهو يذهب في سفر أو في حاجة يجد مسكينا فيطلب منه دراهم بسيطة أو شيء قليل من المال فيأبى أن يعطيه وينهره ويزجره والله تعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنر فبعد قليل وهو يسير بالسيارة يتعرض لهذا السير يكلفه الأموال الباهظة فلو أنه أعطى هذا الفقير أو هذا المسكين بعض المال لنجاه الله سبحانه وتعالى ولا حفظه وكثير من الناس يشعرون بالندم كثير مواقف لو أردت أن أقصها لا طال الأمر تسبب أو الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا في حفظ الإنسان وفي حفظ حياته وفي حفظ ماله لا نستطيع حصر هذه المواقف إلا أننا نستطيع أن نقول كما قال مولانا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله فنسأل الله تعالى التوفيق ونسأله أن يحفظنا من ميتة السوء وأن يجعلنا نعمل العمل الصالح لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه أفضل السلام جزاكم الله وخيرا دكتور جمال وبرك الله فيكم هذه الندوات أيها السادة تعقدها الوزارة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات بالتعاون مع صحيفة عقلتي وقبل وباء كورونا كانت تعقد في المساجد ونطوف بها مساجد مصر كلها وفي جميع المحافظات وحرص من معايي الوزير على استمرار هذه الدعوة نعقدها حاليا في مقر وزارة الأوقاف بدون جمهور والوزارة تعرضها على موقعها إلكتروني وكذلك صحيفة عقلتي تنشرها في العرد الورقي وتنشرها أيضا على موقعها الإلكتروني إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرفع عننا البلاء والوباء ونعود لنعقدها في مساجد الله سبحانه وتعالى نشكر الدكتور جمال والآن مع الأستاذ الدكتور محمد علي سلامة فليتفضل مشكورا بسم الله الأحد اسمه المتميز به والمتفرد به عن جميع أسمائه قل هو الله أحد وأنا أحب أن ألطبط دائما بهذا الاسم الأحد الأحدية سمة مميزة وأشكر أستاذنا الدكتور جمال على هذا الطرح الجميل الذي فتح أمامي آفاقا للحديث أبدأ أولا بشكر معا للوزير على هذا النشاط المتواصل في الوزارة وفي غيرها وفي الأكاديميات نشاط في الحقيقة يعني يحمد له ونسأل الله أن يثيبه إن لم يثبه البشر شيئا فالثواب عند الله أعلى وأعظم وما تفعلون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإن الله به علي بداية هناك آية في القرآن توجز أو 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 تؤدي هذا المعنى الذي تدور حوله الندوة صدائع المعروف تقي مصارع السوء في سورة فصلة يقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميل كلام القرآن المشكلتنا أننا قليل الارتباط والاهتمام لأن أوامر القرآن صعبة علينا أوياني سقيلة هذا النموذج البديع من الله عز وجل والتوجيه الإلهي العظيم الرباني لعباده المؤمنين بيقولهم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك شوف أهد ادفع بالتي هي أحسن دي صدائع المعروف فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميل يبدي مصارع الزو وحينما أراد الله أن يمدح المؤمنين في سورة الرعد وهو يتكلم عنهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم كذا كذا الويدرؤون بالحسنة السيئة وأعطاهم البشارة أولئك لهم عقب الدار وجاء التطبيق العملي في حادثة الإفكي حينما أنزل الله قرآنا لما غضب أبو بكر على مصطح وقال له كذا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربة والمساكيد والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فهمها سيدنا أبو بكر وقال بلى يا رب بلى يا رب وأعاد ما كان يعطيه لمصطح أدى على مستوى القرآن لو وقفنا عند كل آية ولا كل معنى من هذه نحن نحتاج إلى وقت طويل جدا يعني للشرح وهو تطبيق عبلي على هذه الجملة البديعة صنائع المعروف تقي مصارع السوء الله عز وجل مثلا يقول في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له توجيهات الرسول دي هي صلاة الرسول يصلي علينا ازاي توجيهات يعلمنا ويرشدنا إلى دا وإلى ما يدفع عننا الغضب طيب جميل جدا الآية دي رابطة بقى من الجزء اللي هتكلم بقى دلوقتي في السنة الرسول عليه الصلاة والسلام في مسيرته وفي حياته فعل ونصح أمته أن تقابل دائما السوء أو الشيء الأمر السيء بالإحسان وكم من موقف من المواقف يأتي مثلا عمر ويغضب ويرفع السيف اللي يريد دعه يا عمر هذا حقه لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها والناس يبقوا غلطانين غلط في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام يسلم شديد ويجي عمر يا هيج لأن عمر كان غضوب أو كان بحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا ما بعده حب فينفعل وعايز يقول له لا دعه يا عمر إذن صناعه المعروف يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا بس إحنا للأسف إحنا تيهين بقى في إيه وهو يربي ده أنه الحد فين ولا يطول جلبيته الحد فين ولا 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 إنما تعالى بقى أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بقى إزاي ناقم يا صنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ده من أعظم صناعه المعروف مولادة الشيخ الجماد قال كلام جميل أنا أعد أتمكن أتعلم مهما كان علمي لازم أتعلم لحد آخر يوم أخذ نفس طال أستاذنا شيخنا جاء له المقار طي طمام الغير يقول لك ده أشوف أصل دول تابعين لوزارة وزارة بيعملوا عشان صاحبه مش عارف لا طبي الله وصف المؤمنين بقى إيه الذين يستمعون القولة فتابعونا أحسن ونهانا عن ظن السيوم ويا أيها الذين أمنوا لا يسخر قومهم من قوم والمبادئ اللي وضعها ربنا في سلط الحجرات للتعاملات ما بيننا صنائع المعروف تقي مصارع السوء تعالى بقى لسيدنا الرسول سيدنا سيدنا محمد سيدنا رغم أنف أي أحد سيدنا الرسول على السلام يقول لك إيه عشان يهول عليك المسأل التمس لأخيك ولو عز فإلا بتجد له عزرا فالتمس له سبعين عزرا يعني مش بقى الملعيتش له عزر خد تديله لا 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 دور دور دي بقى لك هذا هو الذي يجعلك تصنع المعروفة مع الناس ولا تنتظر منهم جزاء ولا مقابلة كل ما تفعله ابتغاء وجه الله يقول لك الرسول على السلام يقول من حسن إسلام المرء تركوه من أعظم صنائع المعروف من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني أنا ما لأستاذ ابراهيم عبل أستاذ ابراهيم دعاني في ندوة التقيت به في رحاب الله بنتكلم في دين جميل بارك الله وفي نسأل الله أن الذي يسمع ويرى أن يعني يسجل لنا هذا اللقاء أنه نقصد وجه الله الكريم ونقوله كلمة تنفع الناس أنا مالي وما الفلاد عمل أو ما عمل شيء أو أو من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني كل التعاليم النبوية هذه هي التي حينما خلفناها وقعنا في كل هذه البلايا التي نحن فيها يعني هناك جملة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وابو بكر بيرويه لبنته الصديقة وأمنا وأم المؤمنين جميعا عائشة لما بيقولها وهم كانوا في الغار الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآل وفي رواية يا بولانا يقولك لو نظر أحدهم إلى حشف قدمه يعني حكت قدمه في الرمل والجبتاع اللي قدامه دي في الجمل والصاخ فيقوم الرسول عليه الصلاة والسلام طب لسه أبو بكر بيفكر تفكير بشري بيعيس المقدمات بالنتائج بالبتاع هو بقى عايز يقول له لا فيه مرتبة أعلى المرتبة الأعلى الأعلى إيه هي أنك تبقى مع الله يبقى خلا فقال له ما ظنك شف جملة ما ظنك باثنين الله ثالث هو الظن الجميل ده اللي هو المفروض المؤمنين يلتمسوا هو ده أساس صناعي المعروف خلاص أنا لما أكون ظني وقلبي سليم من جميع الناس سأصنع المعروف وبالتالي حينما أصنع المعروف يعني أنا لو جاء واحد كلمني واتبعت وانت ذكرت قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام لو أنا وقفت زنقرت قدامه زي ما بيقول بالمصطلح البلدي وقفت كده وتعصبت قدامه ليه أنت تشتبني وإذا يشتبني صارت معركة وربما راحة واثيقت فيها دماء لكن أنا لو جيت قلت يعني وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين وأفوض أمري سيدنا الإبام بقعفر الصادق يقول لك عجبت لمن كذا لمن يقول له الناس كذا كذا ولا يلقى إلى قولي تعالى وأفوض أمري إلى الله فقد سمعت الله سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب إذن لما جي سيدنا موسى وغضب ووكذ الراجل مات راح قاعد يستغفر ويتوب ويقول لو سابوا لما جي المرة تتجد الراجل نباه وقال له انت تريده لأن تكون جبارا في الأرض ومصلح يستحبت عشان كده ربنا مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وإيه وإنك لعلى خلق عظيم علمنا دايما نتسابح ونتساهل ونتضام ونتعاون ونتكافل تجيلوا هدية يطعموا منها كل الناس اللي معاهم يدي للي ما معاش الصدقة كذا يعني الله عز وجل حتى جعل بعض عقوبات للحدود أو تعويضات للصومة أو كذا مردودا يقع على الناس الفقراء فلا يصبح فالأمة فقه محتاجين ما يجي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معددات فمن كان مريضا وعلى أسف منكم مريضا وعلى أسف في مقابل أنك عملت صدقة لفقراء طب جمع بقى الافطار والفدوات ها هتك لا هتك في الفقراء إما يجي واحد يحلف ويقول له فكفارته اطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوات أنا حلفت يمين وغلطت فيه يد كفارته لا هي فرصة هو أن أأخذ هذه الفدية لليمين فتنفع كام عشرة طيب لو عطيت الفقراء بهذه الصديقة هل سيبقى بيننا فقراء يتسولون في الشوارع أبدا إذن صناعع المعروف طب لما أجي أسد أسد باب أسد باب الفقراء دول مش أنا ما خلتهم شي يفكروا في جريمة ما خلتهم شي لا يسرقوا ولا يجروا في الشارع ولا يعتدوا على حقوق حد ولا كذا يبقى المعروف اللي صناعته مع أنه أصلا عقوبة يعني أنني قسرت في حقوقها ربنا شوفي أم ربنا سبحانه وتعالى وهنا عد عد إلى ما قاله الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الإطار يقول لك إيه داووا مرضاكم بالصدقات داووا مرضاكم بالصدقات من أنت بص تلاقي الصدقة عمت على المسلمين فبقى ما حدش عنده فرصة لجريمة يرتكبها ما يجي يقول لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أزكى يبقى أنا عملت حاجة بسيطة جدا وهي أنه غضيت بصري فمنعت إيذاء كثير هذه صنيعة معروف وقد بصارع سوء لا حدود لها إذن القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام نريد أن نأخذ هذه الجواهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلمنا وتفشي ما بيننا الحب والإخاء والتسامح والتساهل رموز ديننا الحنيف العظيم لأنه بعد ذلك كله نزغ شيطان وصراعات شوف أي غلطة صغيرة وهي فيها اتباع الشيطان أو شهوات ولذلك ربنا شهوات تعالى لما قال له فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله بحذرنا وبيقول للرسول كده وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أحنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نلتزم صنائع المعروف وأن نلتزم تعاليم قرآننا وأن نلتزم تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقين الله عز وجل مصارع السوء لنصبح أمة يعني تكون رمزا يحبو إليها كل أحد بالإقناع وبالحب ونسأل الله للوزارة ولجريدة عقيدتي ولكل القائمين على أمر الدعوة التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم المستعد جزاكم الله خاني دكتور وبرك الله فيكم ونفع الله بكم وفي ختام ندواتنا نتقدم بخالص تحيات التقدير للأستاذ دكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات وكما نتقدم بالشكر للأستاذ دكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الأسبق والأستاذ الدكتور محمد علي سلامة الأستاذ بجماعة حلوان والشكر موصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته